اشتركوا في القناة الفنتك برصة البحرين بدأت فيه من عام 2015 واشتغلنا على مشاريع مثل بحرين تريد اللي اذا عندك ايبان اكاونت في اي بنك بامكانك التداول يعني بعد التسجيل اللي ياخذ تقريبا سبع دقائق سابقا ياخذ اكثر من سبوع وتوفير خدمة الانلاين للمواطنين او اللي عنده ايبان اكاونت في البنوك اثبت نجاحه طبعا المستثمرين الافراد هو توجهنا الاساسي لان السوق فوق 80 بالمية فيه مستثمرين مؤسسين والاسواق الاخرى الافراد لهم اكثر من 20 او 40 بالمية بعد من السوق فتركيزنا الاكثر على المستثمرين الافراد منها بحرين تريد المشاريع اللي تجذب الافراد ومنها امور اخرى من ناحية الانباسمت اكاديمي لتثقيف الافراد للتداول وعدد يعني من المشاريع اللي في البورصة الى ذلك اقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1427 نقطة بانخفاض نسبته 0.60 بالمئة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة مليونين ومائة وسبعة وعشرين الف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 437 الف دينار تم تنفيذها من خلال خمسين صفقة اظهرت البيانات المالية لقطاع البنوك المدرجة ببورصة عمان ارتفاع ارباحها الفصلية عن الربع الاول من العام الجاري بنسبة 2.85 بالمئة على اساس سنوي واظهرت النتائج المالية الاولية للبنوك المدرجة ببورصة مسقط تحقيق خمسة منها لنتائج ايجابية عن الربع الاول من العام حيث حققت نموا في ارباحها بينما تراجعت ارباح بنكين واستقر اخر قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستستمر في المستقبل وان الغاء او الابقاء على الرسوم الجمركية الامريكية يعتمد على نتيجة المفاوضات وتهدف تعليقات ترامب التي جاءت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الى ارسال رسالة الى الاسواق المالية بانه على الرغم من انتكاسة كبيرة بين الجانبين في الاسبوع الماضي الا ان المحادثات التي عقدت في واشنطن يومي الخميس والجمعة لم تؤدي الى انهيار كامل ابرمت شركة نوفارتس السويسرية للصناعات الدوائية والصيدلانية عقد استحواذ مع شركة تاكيدا اليابانية بقيمة خمسة مليارات وثلاثمائة مليون دولار في صفقة تنعش حركة الاندماجات في قطاع الصناعات الدوائية ويشمل الاستحواذ دواء كاسيدرا للعيون وهو دواء ورثته الشركة اليابانية من استحواذها على شركة شاير البريطانية بنحو 62 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر